يعتبر أزكى قارئ أنجبته مصر بل يعتبر العملاق بمعنى الكلمة لأنه نظر وسمع ما قبله لاحظ أن هناك مدرستين مدرسة الخشوع ومدرسة التصوير النغمي جمع هاتين مدرستين في مدرسة واحدة وأضاف إليها الفكر الجديد والنغم الجديد يبدأ بقرار البيات يمهد كثيراً يأخذ صوته واحدة تلوى الواحدة الدرجة ثم الدرجة لدرجة أنني أشك أنه لم يتمكن من إتمام هذه التلاوة ولكن هذا تمهيد ولما لا؟ فهذا القارئ كان يقرأ بالثلاث ساعات والأربع ساعات مالك مقام النهوانت هو من أبدع في هذا المقام يبدأ في البيات أعوذ الله من الشيطان الرجيم تشعر أنه مجهد جداً وفجأة ينتقل إلى حالة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق تشعر أنه يعمل علامة استفهام لأن هذا سؤال النجم الثاقب إذن كل ركوزاته غير عادية كسر قوانين الموسيقى لابد أن يذهب من البيات إلى الرصد من الدرجة الرابعة هذا يقول الرصد من أي مكان وهذا يسمى فن التصريف ما معنى فن التصريف؟ أن القاري يتمكن من أن ينقل أي مقام من أي منطقة تناسب مساحاته الصوتية بدون أي نشاز في الصوت حقا الشيخ مصطفى إسماعي رحمه الله صوت من السماء